الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه وبعد قال المصنف رحمه الله فصل إزالة النجاسة والأشياء النجسة قال ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل فذكر رحمه الله تعالى أن غسل النجاسات من النجاسة بالماء الطهور سواء كانت على البدن هذه النجاسة على البدن وهو جسد الإنسان أو الثوب وهو ثياب الإنسان التي يلبسها أو البقعة التي يجلس عليها أو يصلي فيها أو نحو ذلك أو غيرها من الأمكنة والأشياء التي ممكن أن تتنجس بالنجاسات ما هو هذا الكافي في إزالتها أن تزول عينها عن المحل ومعنى ذلك أنها إذا كان هذه النجاسة لها جرم لها قدر بحيث أنها ترى لها مقدار فيزيائي فيكفي أن تزول عن المحل أي عن موضع النجاسة أو موضع تنجس هذه الأشياء بالنجاسة قال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس يعني أرادوا أن ينكروا عليه أو يأخذوا على يديه أو نحو ذلك فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء يعني اتركوه حتى ينتهي ولا تفزعوه ثم طهروا هذا الموضع الذي تنجس بهذا البول بأن تريقوا عليه سجلا أو ذنوبا من الماء الطهور فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين وكذلك عن أبي هريرة أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حج أو عمره فقالت يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه قال فإذا طهرتي فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه فتبين من هذا كله أنه يكفي في إزالة النجاسة أن تغسل بالماء الطهور حتى يزول عينها وحتى يزول جرمها وكذلك لا بد أن يحاول الشخص عند التطهير أن يزيل الأوصاف التي علقت بالمحل من هذه النجاسة وأوصاف النجاسة ثلاثة وهي الريح والطعم واللون فيزيل منها ما استطاع إزالته قال المصنف لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب يعني لم يشترط مثلا أن تغسل جميع النجاسات ثلاثا أو سبعا وهي وجوه في مذهب أحمد أن تغسل ثلاث مرات أو سبع مرات قياسا على نجاسة الكلب أو نحو ذلك هذه وجوه في مذهب أحمد والجمهور على عدم التعداد في غير نجاسة الكلب إلا في نجاسة الكلب فاشترط فيها سبع غسلات إحداها بالطراب وهذا فقط في نجاسة الكلب كما جاء في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولى هن بالطراب وجاءت إحدى الروايات أخرى هن بالطراب وجاءت ثالثة إحدى هن بالطراب وعليه فإن نجاسة ما ولغ فيه الكلب ونجاسة الكلب فإنها التي ورد فيها التعداد والتكرار وأن تغسل سبع مرات واحدة منها بالطراب وقيس عليها الخنزير عند الشافعية والحنابلة قاسوا عليها نجاسة الخنزير بجامع أن نجاسة كل مغلظة فقالوا أن الخنزير أيضا يكرر ويعدد في غسل نجاسته قال والأشياء النجسة يبدأ الآن المصنف يعدد الأشياء النجسة قال والأشياء النجسة بول الآدمي وهو السائل المعروف الذي يخرج من قبل الآدمي سواء كان رجلا أو امرأة وذلك لحديث الأعراب المتقدم فأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يراق على بوله الماء الطهور حتى يطهره ولو لم يكن نجسا لما أمر بتطهيره وكذلك عذرته عذرت الآدمي وهو الغائط الذي يخرج من الدبر وذلك للإجماع حكاه غير واحد من أهل العلم منهم النووي قال الإجماع على نجاسة الغائط ولا فرق بين غائط الصغير والكبير بالإجماع فأجمع على أن الغائط نجس فإذا كان البول نجسا كان الغائط نجسا بطريق الأولى فإنه أغلض من البول في النجاسة ولا فرق بين غائط الصغير والكبير بخلاف البول فإنه يفرق فيه بين بول الصغير الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام وبين غيره أما الغائط فلا فرق بين صغير وكبير وبين ذكر وأنثى قال الثالث من النجاسات الدم إلا أنه يعفى عن الدم اليسير وهذا مما يعني يغفل أو يعارض فيه متأخرا رغم أنه حكي فيه الإجماع فالدم حكي الإجماع أنه نجس وبعض الناس من المعاصرين والمتأخرين ربما نزعوا في هذا وهذا خطأ وهذا خطأ بل محكي الإجماع على نجاسة الدم قال تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ولما أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدان إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فقال رسول الله إذا أصاب ثوب إحدى كنا الدم من الحيضة فلتقرصه ثم التنضح يعني تكاثر عليه الماء ثم التصل فيه فهذا يبين بوضوح أن الدم نجس يجب تطهيره ونقل ابن حزم الاتفاق على نجاسة الدم فقال اتفقوا على أن الكثير من الدم أي دم كان حاشى دم السمك فإنه طاهر لطهارة ميتة السمك وما لا يسيل دمه الذي ليس له دم سائل أو لا يسيل دمه فعذا هذين دم السمك وما لا يسيل دمه فإنه نجس فنقل الاتفاق على ذلك اتفقوا على أن الكثير من الدم نجس عذا هذين المذكورين نجاسة دم السمك ونجاسة ما لا يسيل دمه فإنه طاهر وكذا نقل الإجماع ابن تيمية وغيره من العلماء فلا ينازع في هذه المسألة ولا يقال أن الدم طاهر فالدم نجس قال ومثله الدم المسفوح الدم المسفوح الذي يراق ويكثر ويفحش قال الدم المسفوح من الحيوان المأكول حتى وإن كان هذا الدم خرج من حيوان مأكول فإنه أيضا نجس ويحرم لقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير إلى آخر الآية ثم استثنى من الدم المسفوح من الحيوان المأكول الدم الذي يبقى في العروق وعلى اللحم ونحو ذلك وربما عند طبخ اللحم يظل شيئا من الدم أو يظل شيئا من الدم عالقا بهذا اللحم وبعروق هذا اللحم وهذا بالإجماع معفو عنه وهو طاهر قالت السيدة عائشة رضي الله عنها كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلوها الصفرة من الدم فعليها آثار الدم على وجه الإناء أو القدر فنأكل ولا ننكره فنأكل ولا ننكره ونقل الإجماع على أن هذا الدم معفو عنه وأنه طاهر قال القرطبي ما خالط اللحم فغير محرم بالإجماع فغير محرم بالإجماع والأمر الرابع من النجاسات قالوا من النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله كل حيوان من الحيوانات كالسباعي كسباع الوحش وما له ناب ونحو ذلك فكل حيوان محرم أكله فإن دمه فإن بوله وروثه من النجاسات أيضا فإن بوله وروثه من النجاسات أيضا لحديث بن مسعود أتى النبي صلى الله عليه وسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة وهذه الروثة هي من روث الحيوان غير المأقول كروث الحمار ونحو ذلك فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقر الروثة وقال هذا ركس يعني هذا نجس وكذلك حديث ابن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال إذا كان الماء قلتين لم يحبل الخبث ومن مفهوم هذا الحديث أيضا أن هذه السباع التي تارد على هذا الماء أنها نجسة وأن أرواثها وأبوالها نجسة قال والسباع كلها نجسة وهذا الحديث ابن عمر الذي ذكرناه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فتبين من هذا أنهم يسألون عن شيء نجس فقال النبي إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني لم يحمل هذه النجاسة إذا كان كثيرا وكذلك الميتات فإن الميتة أيضا من الأنجاس ومرت معنا الآية إلا ميتة الآدمي فإنها طاهرة وطاهرة من المؤمن والكافر على الصحيح وإنما نجاسة الكافر نجاسة معنوية كذلك الميتات إلا ميتة الآدمي يعني يستثنى من الميتات ميتة الآدمي فإنها طاهرة وكذلك يستثنى الميتات التي لا نفس لها سائلة قال وما لا نفس له سائلة يعني لا دم له يسيل عند قتله أو موته مثل الزباب والبرغيث ونحو ذلك قال والسمك للحديث والجراد لأنها طاهرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الزباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في إحدى جناحي هداء والأخرى شفاء فتبين من ذلك أن هذه الحشرات التي لا يسيل منها الدم وليس لها نفس سائلة أن دمها ليس من النجاسات أو أنه يعفى عنه لأنه معلوم أنه إذا غمسها في الشراب الساخن فإنها ستموت فإذا ماتت في هذا الشراب فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بهذا الغمس ثم يعلم هو أنها ستموت فمعنى هذا أنها لن تنجس هذا الشراب وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أمر بغمسها فيه وقال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم فهذا دليل تحريم الميتة والدم وأنها من النجاسة وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن فهذا دليل الاستثناء أن الآدمي مستثنى من حكم نجاسة الميتات قال النبي المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتة المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتة وعلى الصحيح أيضا أن الكافرة ليست نجاسته عينية وإنما هي نجاسة معنوية وقال صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال وهذا دليل استثناء الحوت والجراد وهي الأسماك والجراد من نجاسة الميتات ثم قال رحمه الله وأما أرواث الحيوانات المأكولة كالبقر والإبل والغنم وأبوالها فهي طاهرة وهذا على الصحيح من أقوال العلماء أن أبوال وأرواث الحيوانات المأكولة طاهرة قال فهي طاهرة ثم استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قدم أناس من عكل أو عرينة هذه قبيلتان فاجتووا المدينة فأمرهم النبي بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها فأمرهم أن يشربوا أبوال الإبل استدل بهذا على طهارة هذه الأبوال وأنها طاهرة يجوز شربها والتدوي بها وبعض العلماء قال أن هذا لحالة الضرورة وعنه رضي الله عنه عن أنس قال كان رسول الله يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم وهي الأماكن المعدة لمبيت الغنم والعيش فيها أو عيشها في هذه الأمكنة ومعلوم أن هذه الأمكنة التي يعيش فيها الغنم أنه يكون فيها أشياء من الأبوال ومن الأرواث ولو كانت هذه غير طاهرة لما صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال ومني الآدمي طاهر أيضا هذا من المستثنيات أن مني الآدمي طاهر وهذا قول جمهور العلماء لأنه أصل خلقة البشر قال كان النبي يغسل رطبه ويفرك يابسه هذا دليل على الطهارة لأنه إذا كان نجسا لا ألزم أن يغسل بالماء وأما إذا كان يفركه فلابد أن يبقى فيه بقية في الثوب فلو كان نجسا لا لازم غسله فإذا وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يفركه أو السيدة عائشة رضي الله عنها تفركه في الثوب علم من ذلك أنه طاهر جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب قالت وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه وجاء أيضا في حديث عائشة قالت إني لأحكوه من ثوب رسول الله يابسا بظفري فتبين من ذلك أن المني طاهر قال وبول الغلام الصغير فهذا أيضا من المستثنى من نجاسة الأبوال وهو بول الصبي الصغير الذي لم يأكل الطعام تشهيا يعني لا بد أن يكون فيه هذه القيود أن يكون صبيا صغيرا ذكرا لازال في مرحلة الرضاع لم يأكل الطعام ولم ينتقل عن الرضاع إلى الطعام ولم يأكل الطعام تشهيا قال وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح فهذا بهذه القيود لا يجب غسله وإنما يخفف فيه فنجاسته مخففة فهذا يكفي فيه أن ينضح عليه ويكاثر عليه الماء ولا يجب غسله كما قال النبي صلى الله عليه وقصد أن بول الغلام الصغير أنه يستثنى من نجاسة الأبوال المقصود من الحكم فيها بالغسل وإنما هي نجسة لكن نجاسة مخففة ويكفي فيها النضح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام وإذا نزلت عين النجاسة وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل وهذا ذكرناه فيما سبق أن النجاسة إذا زال عينها إذا كان لها جرن ولها عين ولها تقوم فغسلت وزال عينها فقد طهر المحل ولا يضر بقاء اللون والريح لكن الذي عليه جماهير العلماء أنه يحاول أن يزيل ريح هذه النجاسة وطعمها ولونها فإذا حاول وفعل استطاعته ولم يستطع أن يزيل شيئا من هذه الأوصاف فإنه يدخل في منطقة العفو لقوله صلى الله عليه وسلم لخولة في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك أثره ولا يضرك أثره فاستدل بذلك على أن بقاء الأوصاف لا يضر ثم قال فصت باب أو باب صفة الوضوء باب صفة الوضوء أو باب صفة الوضوء قال وهو أي الوضوء أن ينوي يعني ينوي الشخص رفع الحدث وقلنا قبل ذلك أن الحدث هو أمر معنوي قائم ببدن الإنسان يمنع من صحة الصلاة ونحوها فيكفي أن ينوي رفع الحدث ينوي بقلبه أن يرفع هذا الشيء الذي قام ببدنه ويتجهز للصلاة ونحوها أن ينوي رفع الحدث أو ينوي الوضوء أو الوضوء للصلاة فيكفي أيضا أن ينوي عند الوضوء أنه يريد أن يصلي أو ينوي الوضوء أو ينوي الطوافة أو نحو ذلك من الأشياء التي يتوجب لها الوضوء قال والنية شرط لجميع الأعمال فاستطرد هنا وجاء بقاعدة عامة في النية وأنها شرط لجميع الأعمال بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات يعني صحة الأعمال بوجود النيات وبصحة النيات وإنما لكل امرئ ما نوى فيحصل للعبد من الأجر بحسب ما نواه في قلبه قال والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها فكل عمل فإنه يشترط له النية وربما اشترطت لصحة العمل وربما اشترطت لحصول الأجر فقط فبعض الأعمال إن لم ينوي صاحبها فإنه لا يصح منه العبادة وبعض الأعمال ربما العبادة يعني تكون ماضية لكنها لا يؤجر عليها لأنه لم ينوي ثم يقول بسم الله بعد أن ينوي الوضوء يقول بسم الله فيسم الله في أول الوضوء وهذا على الوجوب عند الحنابلة خلافا للجمهور فالجمهور قالوا بالاستحباب وذلك على حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فتبين من هذا أن النبي أمر بالبسملة عند ابتداء الوضوء وأخذ الحنابلة من هذا الحديث الوجوب والجمهور على أنه للاستحباب وأن هذا الحديث يضعف قال ويغسل كفيه ثلاثا فيغسل عند ابتداء الوضوء استحبابا يغسل كفيه ثلاثا وإذا كان هذا الشخص يقوم من نوم ليل فإنه يتأكد في حقه أن يغسل كفيه ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده كما جاء في الحديث ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يتمضمض والمضمضة هي تحريك الماء في الفم ثم لفظه والاستنشاق أن يأخذ شيئا أو يجذب شيئا من الماء داخل الأنف ثم يستنثر ويخرجه مرة ثانية فهذا هو الاستنشاق والمضمضة وهذه واجبة أيضا عند الحنابلة واعتبروا أنها جزء من الركن وأنها من الوجه والجمهور قالوا أن باطن الوجه أو باطن الأنف والفم ليس من الوجه الذي هو الركن واعتبروا أن المضمضة والاستنشاق سنة ومستحب وليس بواجب قال بثلاث غرفات وهذه لها كيفيات إما أن يأخذ الغرف الواحدة بيده لفمه وأنفه معا ثم بيده اليمنى ثم يستنثر بيده اليسرى وإما أن يأخذ ثلاث غرفات متتابعة للفم ثم إذا انتهى منها أخذ ثلاث غرفات أخرى للأنف وإما أن يأخذ غرفة للفم ثم غرفة للأنف ثم يعيد هذا ثلاث مرات هذه كيفيات في المضمضة والاستنشاق ثم يغسل وجهه ثلاثا بعد أن يتمضمض ويستنشق يغسل وجهه ثلاثا والوجه غسل الوجه من الأركان قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فإذا قمتم إلى الصلاة هذا يدل على النية فاغسلوا وجوهكم هذا ركن غسل الوجه والوجه يبدأ من منابت شعر الرأس في الأعلى من أعلى الوجه عند منابت الشعر إلى أسفل الذقن هذا طولا ومن الأذن اليمنى إلى الأذن اليسرى عرضا فيغسل هذا الوجه ويعممه جيدا بالماء ولا يترك شيئا منه قال ثلاثا وهذا على الاستحباب فإن الواجب في ذلك مرة والتثليث من المستحبات قال ويديه إلى المرفقين وهذا هو الركن الثاني قال تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وإلى هنا بمعنى معه فيدخل المرفقان في الغسل فيعمم اليد من أطراف الأصابع إلى أعلى المرفقين فيدخل المرفقين في الغسل قال ويديه إلى المرفقين ثلاثا وهذا على الاستحباب والواجب في ذلك مرة قال ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه مقدم الرأس عندما نابت الشعر إلى آخر القفى فيمسح بيديه الاثنين غالب شعره وهذا هو الواجب في المسح على الصحيح أنه يمسح على غالب الرأس وغالب الشعر فيمر باليدين على رأسه مرورا إلى الخلف ثم يعود بهما إلى الأمام وهذا هو صفة الاستحباب في الغسل وهناك صفات أخر وأيا كانت طريقة مسح الرأس ومسح أغلب الرأس باليدين بالماء فإنه يجزئه قال ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه وهو أول منابت الشعر من الأمام قال مرة واحدة وهذا هو المستحب في مسح الرأس وفي المسح عموما أن كلما كان ممسوحا فإن المستحب فيه أن يكون مرة واحدة ولا يكون ثلاثا قال ثم يدخل سباحتين سباحتين في صماخ أذنيه والمقصود بالسباحتين الأصبعين الذين يليا الإبهام الذي قال عنهما السبابتين فهو يعني تنزه عن هذا القول وقال السباحتين وإن كان السبابتين أيضا وارد قال ثم يدخل سباحتين في صماخ أذني يعني في داخل الأذن ثم يمسح بإبهاميه على ظاهر الأذن هكذا فيمسح هكذا وهكذا فيمسح بإبهاميه ظاهرهما ثم يغسر رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا طبعا مسح الأذن عند الجمهور مستحب وعند الحنابلة هو من الرأس فيدخل في الركن الواجب ثم يغسر رجليه مع الكعبين هذا الركن الرابع من المغسولات والممسوحات وهو أن يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا والتثليث في هذا مستحب والواجب مرة وقال مع الكعبين فيدخل العظماء العظمين الناتئين في جانب القدم يدخلهما في الغسل لأن الكعباء الكعبين داخلان في الغسل قال تعالى وأرجلكم إلى الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين قال هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لحديث حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه وحديث حمران هذا أصل في باب الوضوء وهو أفضل الحديث في باب الوضوء أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء يعني بما يتوضأ به فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمضة واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا فبين فيه أركان الوضوء وبعضا من مستحباته قال والفرض من ذلك يعني هذه المذكورة هي الصفة الكمال وأما الفرض والواجب من ذلك أن يغسل مرة واحدة فالتسليس مستحب وأن يرتب هذه المغسولات والممسوحات المذكورة على ما هو وارد في آية المائدة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا هذا يدل على أن النية تشترط للوضوء وبعض العلماء جعلها شرطا للوضوء وبعضهم قال بأنها ركن قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فأمر بغسل الوجه وأيديكم إلى المرافق فأمر بغسل اليدين إلى المرفقين وامسحوا برؤوسكم فأمر بمسح الرأس قال وأرجلكم إلى الكعبين فعطف الأرجل على المغسولات فتبين أن حق الرجل أن تغسل ولا تمسح وأخذ من نظم الآية بهذه الصورة وجوب الترتيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به لأن الترتيب أولى على كل حال وأخذ أيضا أن من دلالة الفصل بين المغسولات بممسوح أيضا أخذ منه الترتيب واستدل به على الترتيب لأن الله تعالى فرق بين المغسولات وجعل مسح الرأس بينها فتبين من ذلك أن هذا له دلالة وأن له أهمية وهذه الأهمية هي أن يرتب بين هذه الأعضاء ولا يقدم بعضها على بعض قال وأن لا يفصل بينها بفاصل طويل بمعنى الموالاة فعند الحنبلة وغيرهم أن الموالاة من أركان الوضوء وهو أن يوال بين أعضاء الوضوء وبين أركان الوضوء ولا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا بحيث يعني يجف أحد الأركان قبل غسل الذي بعده هذا أحد الضوابط التي ضبط بها الموالاة وأن لا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا بحيث لا ينبني بعضه على بعض قال وكذا كل ما شرطت له الموالاة لحديث عمر أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي فقال ارجع فأحسن وضوءك ولو لم يكن الموالاة ركن وواجب لما أمره النبي بإعادة الوضوء وكان قال له اغسل فقط هذا الموضع لكنه قال اذهب أو ارجع فأحسن وضوءك فيدل على أنه لما أخل بالموالاة لابد أن يعود من جديد فيحسن الوضوء مرة أخرى ثم قال فصل في المسح على الخفين والجبيرة فإذا كان الشخص عاري القدمين غسل رجليه كما ذكر في صفة الوضوء أما إذا كان على رجليه الخف فإنه في حقه يشرع له أن يمسح عليهما وهذا ليس رخصة ولا عزيمة وإنما هو على البدل والإنسان لا يتعمل أن يلبس الخفين لأجل المسح ولا أن يخلعهما لأجل الغسل وإنما ينظر لحاله عند الوضوء فإذا كان كاشف القدمين غسلا وإذا كان لابس الخفين مسحا وينضي على هذا قال فإذا كان عليه خفان ونحوهما مسحا عليهما إن شاء فهذا يتعلق بمشيئته يوما وليلا للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمساكر وذلك لحديثي علي رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم قال بشرط فهذه من شروط المسح على الخفين حتى يصح المسح على الخفين أول شرط أن يلبسهما على طهارة فلابد أن يكون قد سبق أن لبس هذين الخفين على طهارة كاملة قال لحديث المغيرة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ففهم من الحديث أن النبي لو كان لبس الخفين على غير الوضوء لكان آمره بنزعهما فلما لبسهما على الوضوء قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين قال ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر فهذا أيضا من أحكام المسح على الخفين أنه يتعلق فقط بموجبات الوضوء ولا يتعلق بموجبات الغسل فإذا كان الحدث أصغر فإنه يشرع له أن يمسح على الخفين أما إذا كان يستوجب الغسل في الحدث الأكبر فإنه يلزمه أن يخلع الخفين قال عن أنس مرفوعا إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه إلا من جنابه فإنه يلزم خلعهما قال فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة وهي ما توضع على الكسر أو الجرح على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره أن يغسل هذا العضو قال مسحاه بالماء فيشرع له أن يمسح على هذا العضو المكسور أو المجبور أو المجروح مسحاه بالماء وهذا لا يختص بالأصغر أو الحدث الأصغر وإنما هذا في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ وهذا أيضا ليس محدد بمدة وإنما يمد معه الوقت حتى يبرأ ويشفى ويستطيع أن يغسل العضو فيرجع إلى الغسل لحديث جابر قال قرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه أصابه حجر فشج رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه يعني أجنب فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم هل تجدون لي رخصة أن أتيمم بالطراب بدل الماء حتى لا يضرني الماء فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوهم قتلاهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يغسر عليها ويغسر سائر جسده فهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الواجب في حق هذا ترامى أنه لا يستطيع أن يغسل أو يعني يأتي بالماء على رأسه لهذه الشججة لأنه في الغسل يحتاج أن يغسل الرأس فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكفيه أن يعصب عليه شيئا وأن يمسح عليه فتبين أن المشجوجة وأن المجروحة وأن المكسورة ونحو هؤلاء أنهم يشرع لهم المسح على هذه الجبائر والكسور والجراح قال وصفة مسح الخفين ما هي الصفة التي يمسح بها الخفين عندما يكون لابسا لهم أن يمسح أكثر ظاهرهما يعني يبل يديه بالماء ثم يمر بيديه أو بكلتا يديه على ظاهر وهو أعلى الخف على ظاهر الخفين من الأمام حتى يعني يشرع في الساق من الظاهر فقط ولا يمسح أسفل الخفين وذلك لما جاء عن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى فتبين من ذلك أن المسح يكون للظاهر وليس للباطن أو للأسفل قال علي وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفين فعندما يريد أن يمسح على الخفين يمر يديه المبلولتين بالماء ويمرهما على ظاهر الخفين من أطراف الأصابع من الأمام حتى يشرع في الساق ويكفيه مسح واحدة يعني تكون على أغلب الخف على أغلب ظاهر الخف وأما الجبيرة قال فيمسح على جميعها ولعله لو مسح على أغلبها قياسا على الخفين فلعله أوفق والله أعلم